وفي العاصمة السورية دمشق تخيم الأزمة الاقتصادية ومأساة غزة على تحضيرات شهر رمضان وذلك ما ظهر جلياً خلال جولة لكاميرا رؤيا في أحد الأسواق تزداحم أسواق دمشق قبل إعلان حلول شهر رمضان كثير من المارة والمتفرجين والقليل من المتسوقين حركة شرائية تزداد ضعفاً عاماً بعد آخر ما يرجع بشكل واضح للحالة الاقتصادية المتردية محلياً وعالمياً والحصار الذي تعيشه البلاد منذ سنوان رمضان صار لناس وناس هلأنا نحن جينا نتسوق عساس أنه أرخص منطقة هون والأسعار كلها غالية ويعني ما قدرنا نجيب شيء هلأ في الأسواق شغالة بس العالم ما عم تقدر تشتري لأنه الأسعار واوا مشان هيك صعب كتير يعني اللي كان يشتري مثلاً بالكيلو صار يشتري بالوئية أو النصوية ما عاد مثل الأول يعني بتعريب هلأ نزلت السوق كنا نزل خمسين ألف هلأ بتحط خمسمائة ألف يعني هلأ أكيد نحن عم نحضر بس شو على الأد يعني أكل واحد على الأد بس طبعاً أكيد عم نحضر لرمضان ليست الظروف الاقتصادية وحدها ما يرخي بذلاله على بهجة استقبال الشهر الكريم فللواقع العربي والإقليمي حسة بمشهد احتفال باهت بطله صور القصف والدمار والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين وما يغرسه ذلك من حزن في قلوب السوريين وتعاطف ليس بيدهم سواء والله الأجوار مضاء مو مثل السنين الماضية والله الأجواء كتير هذين مو ظابطة هلا يعني غلى بالأسواق أول شيء واحدة ثاني واحدة العالم زعلانا أهل غزة يعني شون نحن من الاحتفال ونسايا الصفر مثل أول أهل غزة قليل شو عم يعانوا والله يعينوا ونساعدوا ما احنا كل أمي طيبة باعتبار غيرنا بلا أكل والله نحن قلبنا وحياتنا وروحنا مع غزة وأطفال غزة يعني والله نتفرج نبكي بس مطالع بالإيد شيء والله يفرجها تنسحب العوامل على اختلافها بنسبة متفاودة بين أسواق وأخرى بحسب الأصناف والاختصاصات حيث تغيب الكماليات من متطلبات الدمشقيين وقوائم مشترياتهم ويبقى حضور شهر رمضان ضيفا عزيزا في أيام عصيبة خجولة تبدو مظاهر الاستعداد لاستقبال شهر رمضان في دمشق واقع تفرضه ظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد وأخرى يمليها الحياء وقلة الحيلة تجاه ما يقاضيه الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية وحصار وتجويع مستمر حمد طوالب رؤيا دمشق